بطبيعة الحال الكل ينتظر انطلاق دور نصف النهائي لكأس العالم بين الأربعة الكبار الأرجنتين بطبيعة الحال على موعد مع كرواتيا صاحبة أكبر مفاجآت في البطولة بعدما أطاحت بمنتخب البرازيل أما المنتخب المغربي الحصان الأسود في هذا المنديال فحيواجه المنتخب الفرنسي على أمل أن يستكمل مفاجآته التي أبهرنا بها خلال مباريات هذا المنديال خلينا نتكلم عن البطولة عن أرقام كل منتخب عن أهداف كل منتخب معنا الأستاذ حازم صلاح الدين نقد الرياضي رئيس قسم الكرة العالمية بموقع اليوم السابع منور النهاردة في استوديو صباح الخير صباح الخير صباح الخير وصباح الخير على السادة المشاهدين وإن شاء الله يكون ديف خفيف عليكم بإذن الله منورنا منورنا في البداية وطبيعة الحال هنتكلم عن المغرب المغرب المنتخب العربي والإفريقي كل العرب يعني بيعلقوا عليه أمال كبيرة جدا بعدما وصل للمربع الذهبي المغرب بلغة الأرقام لم تتلقى شباكه سوى هدف واحد وجاء أيضا عن طريق الخطأ ولكن باقي المنتخبات ربما يعني مرماها تلقى أكثر منها فرنسا مثلا دخل فيها خمس أهداف الأرجنتين خمسة فهل الأمال قوية لسه سمعين دلوقتي النشر الليلة هدينا أقوى دفاع في كافة المنتخبات هل يفعلها المغرب بمنتهى الأمانة علميا إحنا بنتكلم عنه من طبع نحن عارفين الكرة والحاجات دي حظ كلها وفي أثناء المباراة القواعد كلها بتتغير بكل تجهيد ما قدمه المغرب في البطولة حتى الآن يجعلنا كعرب فخرين بما يقدمه وطبعا ده رفع طموحنا وأمالنا وطلع على المنتخب الأسباني والمنتخب البرتغالي وكان متصدر مجموعته فده خلينا نأمل أنه ممكن في الطرف المباراة النهائية وليه ما ياخدش كاس العالم يعني خليه في طموحنا يا لأ بما يقدمهم بإنجازات وأرقام في البطولة حتى الآن فالمنتخب المغربي هو أول منتخب عربي وأول منتخب أفريقي يصعد لنصف النهائي المربع الزابي المربع الزابي في التاريخ كما أنه أول منتخب عربي يلعب 21 مباراة في كاس العالم ومع القبل النهائي وسواء بقى يصعد للنهائي أو المركز الثالث أو رابع يبقى 23 مباراة وده إنجاز تاريخي تاريخي طبعا وكمان المنتخب المغربي في لغة الأرقام تالت منتخب يصعد خارج قرية أوروبا وأمريكا الجنوبية يصعد للمربع الزهبي بعد كوريا الجنوبية 2002 والولايات المتحدة في أول نسخة سنة 30 فده برضو إنجاز يحسب لي بجانب زي ما حضرتك قلت أقوى خط الدفاع في البطولة دخل هدف واحد في مرمى والمنتخبات كبيرة طلقت شباك أهداف كثيرة فده خط الدفاع المنتخب المغربي بقيادة المدربه الوليد ريكراكي فهو جيد ريكراكي بالمناسبة كان لعب كان مدافع فهو عنده استراتيجيات الدفاع حضرة في ذهب سواء بيلعب بتوازن ما بين الدفاع والهجوم وده مدي النجاح للمنتخب المغربي في البطولة دي يعني أنت بلغة الأرقام شايف إنه هو الأفضل لكن طبعا حسابات الفوز والمنطق والخسارة والمدي الحاجات دي دي طبعا حسب التوفيق في نفس اليوم خصوصا هو برضه بيلعب الدوم ماتش كبير ده المنتخب فرنسا بطل العالم في النسخة الأخيرة وبيسعى الحفاظ على اللقب فطبعا مراقب قوي جدا قد إيه من المنتخب المغربي محترف في الأندل الفرنسي عدد كبير؟ عدد كبير آه طبعا معظمهم في الدور الفرنسي في الدور الألماني أبرزهم طبعا في الدور الفرنسي أشرف حكيمي بيلعب في باريس سان جرمان وهو بالمناسبة هيبقى فيه معابلة خاصة ما بينهم وبين بابية الأصدقاء ففيه معابلة خاصة ما بينهم ياسين بونوف في شريط الأخبار رسالة هو مواجه رسالة لي قبل المباراة يعني نلتقي في المباراة ففيه لقاء خاص ما بينهم في الماتش نفسه فأنا تمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي ويكون على قد اليوم يكون في التوفيق إن شاء الله المباراة القادمة عندنا أيضا كرواتيا هتلاعب منتخب الأرجنتين الفرص هنا عاملة إزاي ما بين المنتخبين أولا طبعا أن منتخب كرواتيا كان مفاجأة مفاجأة جدا في البطولة بس خلينا نتفع إنه برضو كان طرف في النسخة اللي فاتت كان طرف في النهائي فهو من ضمن المنتخبات المفتر داخلها مرشحة بس طريقه في البطولة هو دلي كان مفاجأة إنه هو يتعادل مع المغرب أول ماتش وبعد كده كسب كندا وبعد كده فيه تعادل فصعد نتاني وراء خلف المغرب وبعد كده صعد على حساب اليابان بعد التعادل في المباراة كسب برقارات الترجيح 3-1 وبعد كده كانت المفاجأة الأكبر البرازيل كانت كل الترشحات تتجه نحو البرازيل إنه هيبقى طرف في النهائي فجأة بعد ما كان فايز على كرواتيا اللي لقى كرواتيا تعادلت في الآخر ولعب وصل لرقارات الترجيح وكسبوهم مع 4-2 فده كانت كبرى المفاجأة ومشوارهم طول البطولة كسبوا ماتش واحد في الدول المجمعية بعد كده تعادلوا بيكسبوا بضربات الترجيح فطبعا مباراة صعبة جدا 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 على الأرجنتين خصوصا نقاط القوة إيه عند المنتخب الكرواتي الوعي التكتيكي والدفاع والهجمات المرتدة عندهم وعي تكتيكي جدا مباين قوي من البطولة اللي فاتت بطولة 2018 كان نفس الاستراتيجية اللي ماشيين عليها هي هي الموجودة طبعا فيه بالقائد قائدهم اللعب الكبير لوكا مودريتش لعب ريال مدريد فهو القائد محنك في وسط الملعب فقائد الفريق محارب محارب ومعامة جماعة محاربين فبيلعبوا بلعب جماعي ويعتمدوا على جماعة المرتدة ومعهم حارس مرمى كويس في رقاضات الترجيح فده مسعيدهم في ان هم يوصلوا للمستوى والدور قبل النهائي بس خلينا متفقين ان المواجهة المرادة صعبة جدا قدامهم خصوصا انهم مع الارجنتين والارجنتين عندها هدف عندها هدف كبير جدا بجانب انها منتخب كبير ومعوفين جوم وميسي بس عندهم هدف كبير جدا البطولة دي انهم عايزين ياخدوها ميسي تكاد تكون خلاص يعني اخر بطولة ممكن يلعبها ورونالدو كان عايز ياخدها وعيض في النهاية اه وعيض في النهاية المغرب طبعا ما فيش حد يا اجبأ يعني اه ما فيش حد كبير اه ما فيش حد كبير اصد انه المواجهة صعبة في هدف كبير هنا وفي هدف كبير هنا فميسي طبعا عايز نفسه نفسه ما يبقاش زي لورنالدو يعيض في الاخر هو يبكي مثل الاطفال اه هو نفسه اه ده ياخد ما خدش بطولة كاس عالم في ارجنتين من سنة ستة وتمانين ما عربت لهاش ما خدش ما خدتش كاس عالم هي خدت كاس عالم في تاريخها مرتين تمانية وسبعين وستة وتمانين فنفسهم كمان فيه روح يعفروا عايزين يهدوا كمان البطولة هم حتى معظم تصرحاتهم عايزين يهدوا البطولة لسطورة الارجنتينية الراحل مارادونة فنفسهم هم عندهم هدف كبير كبير برضو وده باين عليهم طول البطولة بعيدة عند اول مطش طبعا كان المفاجأة كبيرة في خسارتهم قدام المنتخب السعودي الشرقيق كان دي طبعا كان من ضمن اكبر كسرة نفسك اه اكبر مفجد اه ضربة قصمة يعني اه بعدها لأ رجعوا كسبوا وكسبوا ومطشين وفدروا وماشيين وماشيين لحد دلوقتي بشكل كويس جدا فالمواجهة صعبة جدا جدا على الفرقين ونتمنى في الآخر التوفيق للفرق الافضل ليومها ايو ايو تشايف المونديال ده يعني بيودع الكبار وبيستنسخ اجيال جديدة او منتخبات جديدة في كل مبارياته هل هو فعلا السمة الغليبة فيه كده زي ما كتبه زي ما قيل طبعا فيه مفاجئات كبيرة يعني لالوقتي منلاقي منتخبات زي البرازيل وزي أسبانيا وزي ألمانيا ألمانيا بتطلع من الدور من الدور الأول وأسبانيا من الدور الستاشر وبعد كده البرازيل منتخب الانجليزي أو منتخب الانجليزي فطبعا فيه وكرواتيا مستمرا يعني اما منلاقي في كرواتيا والمغرب في نص النهائي والاتنين كانوا في مجموعة واحدة فده وفريتين يعني مكنوش من ضمن المرشحين قوي فده إنجاز إنجاز كبير وطبعا وده فيه أرقام كتير في البطولة كانت مفاجأة يعني في البطولة دي من ضمن الأرقام في البطولة نحن مثلا لعبنا مثلا أرقام لحصائيات لعبنا 60 مباراة لحد دلوقتي تسجل 158 هدف في 19 راكل الجزاء تسجل منها 13 وفي 6 ضعو في أقوى خط هجوم في البطولة المنتخب الإنجليزي رغم الوداع عنده 13 هدف وأقوى خط تدفع زي ما قلنا في البطولة حتى الآن منتخب المغربي في النصف النهاية أقوى خط هجوم طبعا في الأطراف الأربعة طبعا أقوى خط هجوم هو المنتخب الفرنسي طبعا عنده الهدف بيه والوصيف الوفيجييرو وهو عنده أربع هداف وهو بينافس برضه يعني لهم واتنين بينافسوا طبعا معهم ميسي برضه وعنده أربع هداف الترتب يوم ما بيتنفسوا على هداف البطولة بشكل عام فالبطولة فيها أرقام كتير من مفاجأة حافلة من مفاجأة حافلة من مفاجأة والأرقام لو رجعنا المنتخب المغرب مرة تانية أقوى نقطة قوة عنده إيه وأقوى أكتر نقطة ضعف من خلال تحليلك هو أقوى نقطة قوة الروح الجمعية هو الفريق مش بيعتمد على النجم الأوحد هو وليدي الريكراكع مدي فيه في بلعب بروح جماعي عنده وعي تكتيكي فيه توازن ما بين زي ما قلنا قبل كده فيه توازن ما بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم وزيحنا شفنا طول البطولة خط الوسط مع خط الدفاع سفيان أمر رابط عمل بطولة أكثر مرأة رغم أنه يقال أنه بيلعب بمسكنات وعنده إصابات فمع خط الدفاع عشرف حكيمة وحارس المرمى الكبير ياسين بونو عمل بطولة أكثر من رائعة وشفناه في رقارات الترجيح قدام أسبانيا عمل تصديات رائعة صد رقلتين جزاء فالخط التوازن ما بين طبعا عندنا في خط الهجوم حكيم زياش ويوسف النصيري عاملين بطولة رائعة برضه وممكن يكون خط يعني من الأرقام أن الهجوم شوية ضيعة فرص كتير يعني وليد شريدة ضيعة فرص كتير كان بيجيله فكان بينزل بديل فكان يقال يعني ما شفناه في المطشاط بيضيعة فرص كتير فهي الحتة شوية الهجوم شوية يعني آه في توازن كل حك بس بإنهاء الهجمات شوية بتبقى عند المتخب المغربي بيضيعوا فرص كتير ممكن تكون النقطة الوحيدة يعني الجرأ قدام المرمى شوية يعني يكون عندهم جرأ أكتر شوية قدام المرمى بسافتك إيس قسم الكرة العالمية في اليوم السابق أكتر ما كتب عن منتخب المغرب في صحف العالم ولمس قلبك عربي هل كان في تصريحات أو كان في منشتات احنا شفنا كل في الصحف العالمية كلها سوارهم متصدر المتصدرة في الأغلف الأسود يصنعونا التاريخ الأسود كادمون المنتخب العرب كادمون لأ شفنا عناوين كتير بتشهيد بالمنتخب المغربية والعبية والإنجاز اللي عملوه فلا طبعا شيء يدعو للفخر ونتمنى أن دي ما يكونش حاجة انتفاضة نتمنى ده استراتيجية المنتخب المغربي يستمروا والمنتخبات العربية والأفريقية يكون عندهم جرأة في البطولات الجاية يكون فيه بقى نظام نظام الاتحادات تمشي زي الاتحاد المغربي كده فيه يكون نظام فيه ترتيب فيه فيه بجد خطة مرسومة الناس تمشي عليها إن احنا نقدر يعني المنتخبات العربية تقدر توصل لنص النهائي ونفس على اللقب يعني موضوع سهل دي كورة ولعبة يعني لعبة جماعية 11 وصد 11 والأكثر تركيزاً والأكثر مهارة والأكثر تخطيطاً ممكن يوصل ويحقق أهدافه وشوفنا برضو إحنا عندنا مثلاً يعني من أفضل عيب العالم عندنا طلع من عندنا من مصر محمد صلاح يعني لا نقدر نقدر نصنع كتير لا مش بعيدة مش بعيدة يعني محتاجة تخطيط صح استراتيجية ما بتبقاش الموضوع وليد صدفة حقفوزنا مرة كده بالصدفة على المنتخب الإيطالي لا يبقى لازم فيه خطة أنت بتلاعب الناس ديت آه يعني هم لهم تاريخ وكبير وإحنا برضو إحنا في أفريقيا لنا تاريخ كبير كان منتخب مصر بكلام عن منتخب مصر للوقت صحيح فالتخطيط والتخطيط السليم هو اللي بيقودك للنجاح في النهاي إنتا شايف حاملة موجودة دلوقتي على تحاد الكرة وعلى المنظومة اللي عندنا وبيقارنوها بالمغرب بشكل منصف تماما وبصفتك صحفي رياضي مصري ومواطن مصري في النهاية بتحب بلدكو بتحب منتخبك قد أي منها صحه Ded Minut بغض النظر عن نظرات جلد الذات يعني في برضو ناس زي ما بيقولوا كده ايه بتستمتع ان هما ينتقدوا ولكن خليني برضو ابقى منطقي وموضوعي ما قيل في هذا الامر ايه عشان الامر ده ربما بيهم مقطع كبير جدا من المصريين بكل تأكيد طبعا يعني يعني فيه جزء كبير فيه يعني فيه زيادة في الهجوم يعني فيه زيادة ايه بس ده ما بنعش ان الهجوم لأ فيه جزء صحيح فيه جزء صحيح ان احنا بقى لنا سنين كتير جدا مش عارفين نحدد خطة نمشي عليها صح يعني كل شوية يعني حتى في اتحاد القرى الفترة الاخيرة كل شوية تغييرات لجنة تيجي لجنة تروح فده كله عدم السبات الاداري عدم السبات الاداري ده بيقودك في الاخر لنتاج سلبية لكن لو كان فيه فيه سبات فيه اتحاد ثابت وفيه اتحاد قرى ثابت وفيه خطة موضوع وفيه اهداف موضوع فده اللي احنا بنفتقده بشدة 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 جدا لما بيكون عندنا استقرار اداري او في اي منظومة اي منظومة فيها استقرار اداري بيقدل النهاية في النجاح ايه فاحنا عندنا لا احنا عندنا عوار كتير جدا في الخطط للمنتخبات وشوفنا الفترة الاخيرة نتاج سلبية لجميع الاعمار السنية للمنتخبات عندنا فلا لازم يكون فيه واقفة بجد من اتحاد القرى ان احنا لا بقى بجد يعني مش مو احنا مش بنعلق مشاني او بنقول لا كذا لا احنا نعف بجد بقى نشوف تجربة المغرب ونستفيد منها نستفيد بقى نحنا نعف بجد ونقفر منتخبنا عشان نحق نريع تاني المنتخب نشوف المنتخب في افريقيا بياخد بطولة افريقيا بيسعد كاس عالم ما يبقاش صعدنا كاس عالم زي 2018 بصدفة وطلعنا من دور او لا احنا عايزين يبقى عندنا خطة نصنع منتخب قوي ايه وعندنا العبين محترفين كتير على طريق محمد صلاح يقدروا يشيلوا المنتخب صحيح ويقدروا للانجازات زي المنتخب المغربي ما شوفناه في البطولة الحالي صحيح على حال متفق معك تماما احنا في انتظار المفاجآت في منديال المفاجآت عشرين اتنين وعشرين بطبيعة الحال اللي بدأ بمفاجآت ربما ايضا ينتهي بمفاجآت البعض وصف هذا العام ان هواه شرقيا فهل يعني تستكمل شهور هذا العام هذه المفاجآت بان تكون ختام هذه البطولة هواها شرقي ويكون القادم من الشرق هو من يحمل المنديال لا احد يعلم المنديال ده بيحصل في ايه والكل متفاجئ بطبيعة الحال ولكن صعود المغرب وصعود كرواتيا فيه الادوار النهائية في المربع الزهبي كان مفاجأة بكل المقاييس لكل المتابعين لكرة القدم في العالم بنشكر لساس حازم صلاح الدين النقد رياضي رئيس قسم الكرة العالمية في اليوم السابع على تحليله شرفتنا النهاردة في حازم ونورتنا سبتا جزيلا شرف لك وسعيد باللقاء نتمنى في النهاية المنتخب المغربي يصعد للنهاء ويحقق اللقب ويسعد الشعب العربي الجميع ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم صحيح ونقدر نعود تاني لصدارة المشهد صحيح وبالتوفيق للمنتخب المغربي شكرا جزيلا